رجال الدين تعرف حبائي شوف خلينا أقرأ لك آية أو اتنين في في عمال الرسل إصحاح 15 مكتوب من آية 8 والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا كان في مشكلة في بداية الكنيسة من بعد ما كرس بولوس الرسول عن الخلاص بالإيمان جاءت مجموعة اللي آمنوا من مذهب الفرسيين يهود متعصبين صار يقولوا للأمم لا 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 أنت عشان تكون مسيحي لازم تكون يهودي بالأول فأنت لازم تختتن ولازم تمارس وتحافظ على أعمال النموس فطبعا بولوس يعني غضب بالعرب طلعت رسيستو فعملوا مجمع مجمع أورشليم ومن خلال هذا المجمع عم بيحكوا عم بيحكموا في هذا الأمور إنه الأمم مش بحاجة ليتهودوا مش بحاجة خلاص ما هو الرب أجا أعطانا راحة والخلاص هو مبادرة إلهية مش عمل إنساني فبقول معطيا لهم الروح القلوس كما لنا يعني اليهود والأمم أيضا في آية 9 ولم يميز بيننا وبينهم بشيء يعني بين اليهود والأمم اثطهر بالإيمان قلوبهم فالآن بسأل لماذا تجربون الله بوضع نير على عمق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله فهم الكونتكست الصياق لما بقول احمله نير الناس تعبت من الدين فئات دينية كتير كانت في أيام المسيح وكل واحد بنادي الشكل هل الأمر تغير اليوم ياوي على الفضايح اللي بتملص فايح اليوم كل واحد صار يعمل دين وكل يوم يعني صارت الدين أرخص شيء اليوم الدين تجارة مثل ما بقول عنها الكتاب تجار دين أنا مش نافع بالشغل خلينا أشوف اللي بالدين الدين هو الوسيلة لتخويف الناس الدين أنا ممكن أحصل على اللي بدياته من خلال كلمات الدين المسيح بالعكس لم يطالب بهذا شيء ولاحظ الكلام لما حكوا الرسل شو بقول ليه عم بتجربوا الله بوضع نير على عنق يعني كأنه زي الطران اللي بتحط النير عليه على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر